اشتركوا في القناة الاستاذ هالا الانصاري بحضور اعضاء اللجنة من مجلسي الشورى والنواب اضافة الى ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية مصارف البحرين وديوان الخدمة المدنية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص وفي البداية اشارت سعادة الاستاذ هالا الانصاري الى حرص المجلس على عقد هذا الاجتماع في اطار تنفيذ قرار صاحبة السمو الملكي الامير سبيكا بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله بتشكيل اللجنة التنسيقية بين المجلس الاعلى للمرأة والسلطة التشريعية التي تضم في عضويتها عددا من اعضاء مجلسي الشورى والنواب وترمي الى تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الادماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الادوات والاليات البرلمانية المتاحة والاستثمار الامثل لاختصاصات السلطة التشريعية للمزيد من المكتسبات لصالح الاسرة البحرينية واستعرض الاجتماع جندة حافلة لعدد من المواضيع ذات العلاقة بمقترحات على بعض القوانين وفي هذا السياق اكدت الانصاري خلال الاجتماع حرص المجلس على ان تتسق المقترحات على التعديلات التشريعية مع التوجهات الوطنية ذات الصلاة بتقدم المرأة البحرينية المنعكس بكل وضوح في برنامج عمل الحكومة لناحية استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تفعيل التشريعات والمبادرات الدعمة لاستقرار الاسرة وتحقيق التوازن بين الجنسين وبرنامج التوازن المالي مشيرة في هذا الاطار الى دور الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في رصد نتائج الجهود الجمعية لكل المؤسسات الدولة الموجهة لتلبية وتحقيق الاستقدار والترابط الاسري بما يسهم في نهوض المجتمع وتقدم المرأة لرفع مستوى مشاركتها في التنمية الوطنية وشددت الانصار على حرص المجلس الاعلى للمرأة على ان تثمر تلك السياسات في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الاسرية والمتمثلة على سبيل المثال في تطوير قطاع التعليم المبكر وتفعيل الانظمة الادارية المرنة والمراعية لالتزامات الاسرة وواجباتها العملية وتحدث السادة اعضاء السلطة التشريعية وممثل الجهات المعنية والقطاع الخاص خلال الاجتماع عن مرئياتهم بشأن اهمية تعزيز حقوق المرأة البحرينية في قانون العمل بما في ذلك اجازة الولادة وساعات رعاية الطفل وضرورة ابتكار تدابير واجراءات تكفل في الوقت ذاته زيادة انتاجية المرأة ايضا من خلال تفعيل آليات العمل المرن والعمل من المنزل بما يعزز ايضا من فرص توظيف المرأة وترقيتها وتناولت المداخلات فرص تشجيع مؤسسات القطاع الخاص وخاصة الصغيرة والمتوسطة على توظيف المرأة هذا وقد اكد السادة اعضاء مجلسي شورى والنواب المشاركون في هذا الاجتماع حرصهم على تفعيل الدور التشريعي والرقابي باستخدام الادوات البرلمانية بما يدعم الجهود الوطنية على صعيد تقدم المرأة البحرينية وتفعيل دور اللجنة التنسيقية في توفير الاطار التشريعي اللازم لتحقيق الادماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الادوات والآليات البرلمانية المتاحة ترجمة نانسي قنقر